والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيا الذكرا عذرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين وإذا كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم مما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إنطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا واشربوا همين أم بما كنتم تعملون إننا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يومنون